واحد أم القنابل وأبو القنابل قبل الكنبلة النووية الثالثة بقليل إحنا هذه الأيام تكلمنا قبل كده أن كوريا مكان مرشح لاندلاع حرب عالمية ثالثة والبعض كان بيتصور أن في مبالغات في هذا التقدير دلوقتي بيتأكد أن العالم كله أصبح عند حافة الهاوية وعندنا مصطلحين جداد أو مصطلحين موجودين بقوة في الإعلام الآن أم القنابل وأبو القنابل أم القنابل أمريكية وأبو القنابل روسية وأم القنابل وأبو القنابل دول كومبلتين هم أخطر كومبلتين في العالم تحت القنابل الناوية يعني الخطوة اللي بعدها على طول كومبلة ناوية أقوى كومبلتين غير نوويتين في العالم أم القنابل كومبلة أمريكية أول تفجير لها 2003 لكن أول استخدام لها هذه الأيام في أفغانستان بدعوى ضربة تنظيم داعش أم القنابل 11 ألف كيلو من ما يعادل مادة TNT شاة الانفجار 11 ألف كيلو 11 تن متفجرات هي أطخم وأقوى وأخطر كومبلة غير نووية في العالم وده أول استخدام لها في التاريخ أيضا روسيا بعد أيام قالت أن عندها أبو القنابل في مواجهة أم القنابل وأن هي أخطر لأن درجة الحارة بتبقى أعلى النتيجة من الانفجار والضحايا بيكونوا أكتر في كلام علمي أن أم القنابل بتوجه بالنظام جي بي اس نظام تحديد الأماكن العالمي المعروف لكن أبو القنابل في روسيا مش بالنظام جي بي اس وإنما بالنظام مجهول غير معروف حتى اللحظة في كل الأحوال المحللين بيقولوا إيه اللي يخلي أمريكا تفتكر داعش في أفغانستان في أحد الجبال دلوقتي طبعا تقدير هؤلاء المحللين أن ده اختبار أن تجارب السلاح بقت تجارب مباشرة على أشخاص مباشرين فبدل ما تكون تجارب في سحراء لأت تجربة مباشرة على دولة وحصل كده أول تجربة في التاريخ بإطلاق كنبلة أو بإلقاء كنبلة أم القنابل الأمريكية على أفغانستان ده اللي خل الرئيس حامد كارداي رئيس أفغانستان السابق يقول إن الحكومة الأفغانية سكتها على هذا الأمر يعتبر خيانة وقال كمان إن ده تجربة سلاح مش أكتر ده استعراض سلاح من أمريكا بتفجير أم القنابل فوق أفغانستان إذن موجز هذا الأمر إن فيه أم القنابل في أمريكا فيه أبو القنابل في روسيا أم القنابل أول استخدام لها في التاريخ في أفغانستان أبو القنابل لم تستخدم بعد اللي اتنين أخطر كنبلتين في العالم الخطوة اللي بعديهم على طول الكنبلة النووية